تحول مباشرة وكما أسلفنا إلى إبراهيم عزت الذي سيستغل الفرصة بدوره لبقاء مقر البورصة المصرية في وسط القاهرة قبل أن تتحول إلى حيث مكان عوض الغنان في العاصمة الإدارية في حي المال إبراهيم كيف بدأ أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسات التداول لهذا الأسبوع شكرا جزيلا أحمد في جلسة ختام الأسبوع ارتفاعات جماعية لجميع مؤشرات البورصة المصرية واللون الأخضر يسيطر على تعاملات اليوم نلافت للنظر أيضا زميلي أحمد لليوم الثاني على التوالي بعادة مرة أخرى الجلسات التداول من داخل مقصورة البورصة المصرية بعدما توقفت لمدة ما تزيد عن خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا وكان التداول يتم عن بعض ولكن عادة من جديد التداول يتم داخل مقصورة البورصة المصرية وفي جلسة ختام الأسبوع كما ذكرنا ارتفاعات جماعية ربما بصورة أكتر تحليلية سنتعرف على أسباب هذا الارتفاع الذي حققته البورصة المصرية مع ضيفتي العزيزة في هذا البث الحي والمباشر أستاذ حنان رمسيس خبيرة أسواق المال مساء الخير فندم أهلا وسهلا دعينا أن نبدأ لماذا الارتفاع والأسباب التي أدت إلى ارتفاع المؤشرات في جلسة ختام الأسبوع يعني طبعا الارتفاع المتوالي بيرجع لحاجة مهم ارتفاع الشهاية المتعملين وخصوصا المتعمل المصريين والأفراد المصريين وده بيتسبب في ضخ السيولة جيدة ما بقاش الاعتماد على المتعملين العرب ولا الأجانب بقى الاستحواز الأكبر من القبل المتعملين المصريين طبعا شايفين أداء المؤشرات كان بيتبين نوعا ما ولكن في الغالب هو بقى اتجاه عرضي مقل للصعود على المدى المتوسط والطويل وده بيرجع لشيء مهم إن بقت البورصة من بداء الاستثمار الجيد المتاح لدى المتعملين للأفراد المصريين إلى جانب الاستثمارات الأخرى زي الاستثمار في العقارات الاستثمار في الدهب فهما شايفين إن البورصة عاملة زيادة في الارتفاعات السعرية بالنسبة للأسهم الصغيرة والمتوسطة وهو المؤشر بيعبر عن أداء الأفراد فعشان كده هما بيدخوا السيولة جيدة وفعلا يعني ما خيبتش معاهم أملهم المؤشر السبعيني عامل ارتفاع أكتر من 300% في ثلاث شهور والأسهم المقيدة داخله ساهم مثلا في قطاع الدفع الإلكتروني عامل 300% وفيه أسهم تانية عاملة من 65% لـ 100% ارتفاعات في الأسعار الأسهم على سيرة حضرتك السيولة أستاذة حنان بسيولة اليوم تجاوزت ربما أي مبلغ وماذا عن أبرز الأرقام المتعلقة بيها المؤشرات بجانب المؤشر الخاص بشركات صغيرة ومتوسطة كما ذكرتي السبعيني ماذا عن أيضا المؤشر الرئيس اي جي اكس 30 وأيضا المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بالنسبة للسيولة هو من الملاحظة ما بيكون مؤشرات كلها في منطقة الخضراء تتجاوز المليار والخمسمائة مليون من نتجه إلى الـ 800 مليون أو الـ 2 مليار أما في حالة المؤشرات ما بتكون منخفضة فبيبقى التعامل بالمليار أو أقل من المليار ده بسبب احتفاظ المتعملين بأسهمهم أملا في الصعود مرة أخرى بالنسبة للمؤشر الرئيسي للبورسة عامل ارتفاع أكتر من 35 من 100 في المية وهو يعتبر ارتفاع طفيف هو أول للجلسات كان عامل المؤشر عند 11500 كان فيه نوع من التصحيح عند فئة المتعملين لجاني الأرباح السريع ولكن بيبقى جاني أرباح لحظة سوما تعود لمؤشرات ارتفاع مرة أخرى وكل ما بيحصل جاني أرباح بيبقى فيه دعم لزيادة المؤشرات وبيبقى فيه تتحول منطقة المقاومة إلى منطقة دعوم تنطلق من خلالها المؤشرات وماذا عن أبرز وأنشط القطاعات الخاصة في جلسة اليوم بتستحوز قطاع الخدمات المالية بتصنع البنوك وقطاع العقارات على أغلب التعملات كتعملات نشطة أما القطاعات المحقيقة أعلى ربحية فهم أكتر من قطاع فيه عندنا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة وده مستفاد من حاجتين فيه سهم بيتعلق بهذا القطاع اتحلت مشكلته وكان من تسعة سنين محتفظين بالسليلة داخله ولكن هيبقى فيه عرض الشراء إجباري إلى جانب حملة يعني ما يغلاش عليك مؤثرة بالإيجابة على هذا القطاع وده تزامن مع اهتمام الدولة بخفض أسعار السلع واستبدال المنتج المحلي بالمنتج الأجنبي وده بيفيد طبعا فيه أداء البورس لأن بتدعم الصناعة الوطنية بترتقيها إلى مرحلة المنافسة بتتيح الفرصة لزيادة الدخل القومي وتشغيل المصنع فتنقفض نسبة البطالة فبتبقى كلها تروس دايرة بتفيد الاقتصاد القومي أنا بتوجهلك بكل الشكر أستاذ حنار ومسيس خبيرة أسواق المال شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات إذن مشاهدين الكرام هكذا كما تبعت معي زميلي أحمد قطاع الخدمات المالية هو الذي تصدر القطاعات الأنشط في جلسة ختام الأسجوع التي حل اللون الأخضر في تعاملات جلسة اليوم إليك عبد شكرا جزيلا لك إبراهيم عزت على الهواء مباشرة من أمام مقر البورصة المصرية